اهلا بكم كل المتابعي الكرام في الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم عني الفنانة زوزو شكيب هنعرف النهاردة تفاصيل كتير جدا عنها احنا اول مرة هنتكلم عنها معنا في الحلقات اللي بنقدمها قدمنا عن ميمشكيب وقدمنا عن مجموعة كبيرة جدا من النجوم لكن النهاردة هنتكلم عن زوزو شكيب وهنتكلم عنها على كتب والدة الملك فاروق وكمان ليه طبعا اعتزلت الفن تماما ومنالتش شهرة زي اختها ميمشكيب وكمان هنعرف ليه رفضت الجواز وايه علاقتها بالسحر والجن وش عوازة كمان هنعرف تفاصيل اول مرة هنعرفها معنا النهاردة بس قبل ما نبدأ التفاصيل الشديدة والجمدة اللي معنا النهاردة نرجو من حضراتكم ياريت تدعمونا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل الاشعارات اللي بننزلها وكمان الفيديوهات الحصري اول باول الفنانة زوزو شكيب هي فنانة جميلة من زمن فن الجميل بتمتلك ثقافة كبيرة جدا وبتتكلم خمس لغات ورغم كده ما نالتش الشهرة اللي نالتها الفنانة ميمشكيب وولدت الملك فاروق كانت متمسكة بيها جدا النهاردة هنعرف كل التفاصيل دي معنا الفنانة زوزو شكيب هي اسمها زينب شكيب هي من موليد 1909 تحديدا 12 اكتوبر كان والدها بيعملها هيا واختها ميمي بمعاملة جديدة جدا وكان ممنوع الخروج وكان للمدرسة بس ويتوفى والدها في سن صغير ودخلت والدتها في صراع مع العيلة على المراس وفي الآخر حرموهم من المراس علشان كده اضطرت ميمشكيب وزوزو كمان انهم يخرجوا علشان يشتغلوا وانضمت زوزو شكيب للمسرح في سن صغير جدا واخدت اول دور لها كان دور على المسرح دور صغير في مصرحية الدكتور ودي كانت سنة 1929 وبعد كده انضمت الفنانة لفرقة نجيب الرحاني المسرحية وشاركت في عدد كبير جدا من الاعمال الفنية زي حكم ارقوش والدنيا على كف عفريت وكمان اسمتي ونصيبي برغم من جمالها وانها كانت جمالها ملفت جدا الا انها تخصصت في ادوار الشر والحمل القوية المفترية وعلى الرغم من كده كانت بتخاف جدا من حاجة كانت بتترعب منها وهي الجن والعفريت علشان كده كانت حاسة ان فيه في جسمها عفريت كتير جدا ومن جنسيات مختلفة زي التركي والسوداني والهندي فطبعا كل ده كان وهم بالنسبة لها علشان كده كانت بتعمل كل زار وبيتكلفه 250 جنيه في الوقت ده والوقت ده كان 250 جنيه مبلغ وقدره علشان كده كانت مهتمية جدا بالسحر وكمان الدجالين والمشاوزين وكانت بتصرف كل فلوسها عليهم ومن ضمن الاسباب الغريبة اللي كانت مقتنعة بيها غير ان هم هيخرجوها هيخرجولها كل العفريت اللي في جسمها كانت مقتنعة وعلى يقين ان لو اتجاوزت هتموت وان ده السبب وطبعا رفضت ناس كتير جدا اتقدموا لها وكانت عندها اعتقاد لو اتجاوزت هتموت علشان كده رفضت ناس كتير ومن ضمنهم دكتور اوروبي اشهر دكتور اوروبي كان بيكبرها في السن لكنها رفضته خوف لانها ممكن تموت واخترتها بالنسبة بقى لوالدة الملك فاروق اخترتها وصيفة لها وكانت اهم وصيفة لامامة او والدة الملك فاروق وكانت بتعتز بيها جدا وعشان كده كان اي عمل فني كان بيتارد عليها كانت بتعتزر وما كانتش لها الحظ الكافي زي شقيقتها الفنانة ميمي شكيب في الشهرة وكمان كانت على طول موجودة داخل القصر وكانت والدة الملك فاروق اخترتها وكانت بتهتم بيها جدا علشان هي كانت بتتكن خمس لغات والخمس لغات دول كانوا الايطالية والالمانية والفارسية وكمان الانجليزية والفرنسية وكانت ضعيفة جدا في اللغة العربية علشان كده كانت بتقرأ الكرآن الكريم باللغة الفرنسية اما لو جينا اتكلمنا عن الاعمال الفنية اللي قامت بيها زوزو شكيب فقامت بعدد كبير جدا من الاعمال وكان اهمها احمر شفايف وسي عمر ونداء القلب وحكم رقوش وكمان عدد من الاعمال الجميلة اللي قامت بيها وطبعا رجب فوق صفيح ساخن وده كان اخر فيلم شاركت فيه الفنانة زوزو شكيب وعدد من المسرحيات كانت هي البطلة الاولى لمسرحية انها حقا عائلة محترمة في دور الحمل اسيا واللي قامت بي الفنانة القديرة امينة رز ولكن القدر ما سمحش لاستكمال العرض فاجرت الفروفات الفنانة وبعد كده رحلت يوم 14 سبتمبر عام 1978 اي قبل العرض الاول للمسرحية وطبعا رحلت قبل ان ترى فيلمها الاخير اللي صورته وهو رجب فوق صفيح ساخن مع نجم عاد الامام وقدمت في حياتها اكتر من 110 عمل فني بين الدراما والسلمة والمسرح وكمان كانت فنانة ممتعة جدا في اداءها في كل اعمالها وكونت بجانب شقيقتها الفنانة ميمش كيب وزوجها الفنان سراج مونير شركة انتاج فني في عام 1945 وقدمت من خلالها العديد من الاعمال النجحة لها وكانت ميمش كيب شقيقتها اكثر شهرة منها زي ما احنا ما قلنا ووجهت تهمة كبيرة جدا سنة 1974 اظن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وتكلمنا عن قضية الرقيق الابيض اللي كانت قضية مشهورة جدا والتهمت فيها الفنانة ميمش كيب وعدد من النجوم وكمان قعدت القضية دي حوالي 170 يوم قبل حصول ميمش كيب والمجموعة اللي كانوا معاها على البراءة طبعا اتوفت الفنانة واتوفت في 20 مايو عام 1983 في قضية قتل غمضة ودي كانت الفنانة ميمش كيب والقضية اللي كانت اشهر قضية في الوسط الفني في الوقت ده وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي تكلمنا فيها عن الفنانة الراحلة زوزو شكيب وكمان قلنا اسرار لأول مرة نعرضها معينا وكانت حلقة النهاردة مليئة بالأسرار بس قبل ما نختم حلقتنا النهاردة نرجو من حضراتكم ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسارته الفنية وكمان حياته الشخصية وأسرار في حياته ومعينا في الحلقة اللي جاية وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة والتعليقات الجميلة اللي بتبعتها لي جزاكم الله عن كل خير